بأربعة وعشرين فصلاً دراسياً فضلاً عن عدد من المختبرات والملائب الرياضية وقاعة مسرح تم افتتاح أول مدرسة نموذجية في مدينة الموصلة ضمن مشروع القرد الصينية المشروع على مستوى العراق مقسم حسب حصة كل محافظة محافظة نينوها هي حصتها 92 موقع المواقع مختلفة للسيحات 12-18-24 أي وبي 92 مدرسة نموذجية هي حصة نينوها من مشروع بناء ألف مدرسة في عموم العراق شارفت أكثر من 33 منها على الانتهاء في المحافظة فيما بلغت نسب الإنجاز في المدارس الأخرى مراحل متقدمة سنعمل مع مدرية تربية نينوها على انهاء المدارس الكرافانية مشاركة مع محافظة نينوها ومدرية تربية نينوها لنخلص الزخم الموجود في مدارسنا في محافظة نينوها كون هناك احتياجات للمدارس سكان الأحياء الشعبية طالبوا من جانبهم السلطات بالعفاء بوعودها في القضاء على الدوام المزدواج والانتهاء من بناء المدارس لما لذلك من أثر في مستوى تعليم أطفالهم نتيجة ما تعانيها المدارس الحكومية الحالية من اقتضاب بالطلاب ما دفع بعضهم إلى إرسال أبنائهم للمدارس الأهلية مدرسة تاجر لبنات التي تعدادها ما يقارب مليون ألف ستتمية وشويها لديها تسعة صفوف عاملة كل صف بيما يقارب من سبعين ثم فوق كل راحة يصر بيها حوالي خمسة بعض الأحيان أربعة بعض الأحيان ثلاثة يعني حتى في بعض الأحيان يعني نشور طلب قسم من الطلبين يقولون بالقع ووفق صندوق تنمية ولجنة التربية في مجلس النواب فإن العراق بحاجة إلى ثمانية آلاف مدرسة لسد النقص الحاصلي في الأبنية المدرسية والقضاء على الاكتضاظ والدوام الثنائية والثلاثية من مدارس كرافارية انتشرت في عموم البلاد في غضون العقدين الماضيين إلى أخرى نموذجية لتكون أولى خطوات التخلص من التحديات والمشاكل التي تعترض العملية التعليمية في البلاد عموما وفي محافظة نين وخصوصا والتي بحاجة إلى نحو ثمانمائة مدرسة جديدة لفك الاكتظاظ في مدارسها حيث محمد الحراء الموصل